اشتركوا في القناة عرض عليه كاسمنا اللبن وكاسمنا الخمر فاختار رسول الله كأس اللبن قال له جبريل هديت إلى الفطرة ايه يعني هديت إلى الفطرة كأن الفطرة بطبيعتها نقية لأن اللبن اللي بنشربه من أمهتنا أو اللبن اللي بنشربه مثلا من البهائم لا صنعة للإنسان فيه أبدا بناخده كده كما أنزل من لا الصنعة فيه هذه الفطرة لكن الخمر بناخد رزق من رزق الله حسن كرم عينب وبعد ذلك نأتي فنطلفه نخمره ونخليه ينكل ونخليه يفوق الله إذن أخرجناه عن فطرته إذن أخرجناه عن الفطرة بتاعته ولذلك حينما يعرض القرآن كان العرب يشربونه الخمر ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا صحيح ورزقا إنما شوف الدقة ورزقا حسن فحينما جاء بالرزق وصفه بالحسن وفي السكر سكت عنه لأنه موش حسن ما قالشه من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا أحسن كان السكرا يبقى فيه شيء من الحسن لا جاء حسنا عشان يبقى مقابل القرآن كأننا بناخد نعم الله ونتلفها ونخرجها عن الفطرة إذن قول جدريلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وديت الفطرة يعني أنه أنت ما خدتش حاجة من حاجات ربنا وأدخلت عليها عملية إفساد خد الحاجة ودخل عليها عملية إصلاح اللحم الماء مثلا نضجه الخضار اللي مش عارف إيه إسلقه لكن تاخد عنك وبعد ذلك تحطه فيه برميل عشان يتعفى وعشان يختمر فكأنك أخرجته عن طبيعته وعن فطرته فذلك معنى هدية الفطرة بعد ذلك نيجي لمرأة آخر من المرأة وليه المرأة ده الأول يعني شفت الأول مرأة قالك نعم لأن العقل هو منفذ التكليف من الله والخمر جاءت لتسطر العقل الحمر جاءت لأن مدخلي إلى الله هو العقل التكليفي المجنون لا يكلفه الله لأن آلت لاختيار بين البديلات عطلانة ومعنى عقلي يعني يختار بين بديلات إذا كان أمر لا بديل له فلا عمل إلا العقل فيه ما فيش إلا الطريق ده يوصل إلى المكان الفلاني إذن لا اختيار لي ما أقولش رحمة الله ما فيش المضطر إليه إذن فالعقل إنما يوجد للاختيار بين البديلات ومدام الاختيار بين البديلات لازم يكون عقل موجود وسليم ومقاييسه صادقة عشان تختار البديل الخير وتختارش البديل الشر يجي الإنسان إلى مناة التكليف له من الله وبعد ذلك يشرب الخمر ليسترع فكأنه عمد إلى النعمة الكبرى من فزه إلى الإيمان بالله ومن فزه للتكليف عن الله ليعطل وكل الأشياء اللي بعدها فرع وجود العقل التكليفي إذن فكأن المرايئ اللي بعدها فرع يعني الجهاد الصلاة الذكر كل دي فرع لوجود العقل التكليفي فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد بالمنظر الأول إنه قول إن الفطرة طبعتها سليمة لا تفسدوها أنتم بتصرفاتكم هذا اللبن طبع الفطرة والخمر أنت أفسدتها بصنعتكم فيها تدكلتم فيها ببشريتكم فأفسدتها بعد ما كانت نعمة كويسة جعلتها نعمة مفسدة ووجهتها إلى إيه؟ وجهتها إلى منفذ التكليفي من الله وهو العقل ليه جيبا الحق سبحانه وتعالى قولك لا لأنني خليق لك العقل ده علشان تختار فيه بين البديلات فإذا جيت أنت وسترتك بالخم تبقى رددت على الله نعمتهم حبرة علي اللي امتزت بها عن الحيوات الله يقول لك ده أنا بسطر همومي بسطرها وإذا علام مش كما يقولون وإذا برضو غالب صادقين فيه نقول لهم لا المشاكل لا يحلها أن تهرب منها إنما المشاكل يحلها أن تواجهها فالحق لا يريد منك أن لا تنسى مشاكلك وتهرب منها وتسطرها بالخم ولكن واجهها بفكرك ومدوم تتواجهها بفكرة لازم تحافظ على أن فكرك ده يكون كويس ومدوم فكرك يكون كويس لازم تمنع عنه أي شيء يطمس قانون اختيار البديلات فيه إذن فذلك هو السبب في أن ذلك هو أول منظر من المناظر التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة